المسلم والمسيحي بيعرفني أنا بنت منطقة الدورة في بغداد وبيندوني بإنفادي ميزتني شجاعتي والتعلق بكنيستي ونضالي من أجل حقوق المرأة والإنسان واجهت الاضطهاد الفكري في الدورة بوعي وحكمي وقفت بوجه الجهاد والتوحيد ومخفت من تهديداتهم لأن مع الرب ما في خوف هذه العبارات تترجم شهادة حياة السيدة مورين وديع الياس التي تهاجرت من مدينة الدورة في بغداد العام 2006 والكل يشهد لشجاعتها لا سيما وأنها تعطي محاضرات فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والإنسانية فضلا عن وظيفتها الأساسية السيدة مورين التي بكر في منطقة الدورة في بغداد مع مجموعة صغيرة تعرضوا جميعهم في ذلك التاريخ إلى اضطهاد فكري ومدايقات من قبل التوحيد والجهاد حيث لم يكن هناك ما يسمى داعش وتروي شهادة حياتها مع ذاق الاضطهاد عبر تيل الميار قائلة أتجه بعد على الدورة لأن خلوا عينهم عليك رح يختطفك أنت لأن الدورة ما كان بها أي سلطة أي حكومة حتى الأمريكان كانوا يطلعون المسيحيين تشوفيهم يدي تفرجون علينا ويضحكون ما يسوون أي شيء كل شيء ما كان يسووننا يعني كان يزمون المسيح ويقتلوه لازم واحد مسيحي اللي ثلاث خوات قتلوه وأمام الأمريكان كل شيء ما سوه كل شيء ما سوه والخوات جوا يأخذون أخوهم ما خلوا يأخذون قالوا إذا رح تأخذوا أنتم رح تنأخذون مثلا فأنا أخذت نفسي وطلعت من البيت طلعت أولادي أولادي كان بعد مدارسهم هم من أوائل كانوا طلعت أولادي هزم الزوجيا من بيت خالته وأولادي على الصفحة الثانية من الآثوريين بس يفوت عليه هذا اليوم أخذهم إجاز حتى طلعهم فض الله فضها ألي وطلعتهم بقيت آني بقيت آني أحمل البيت قالت أنا رح أبقى في البيت ما طولت ثلاث يام نفس التهديد إجالي فأطلعت أخذ نفسي وأصعد على القوش بس كل الطريق أنا يعني خذت قسم من الأغراض كان هو القانون ما للتوحيد والجهاد هنا أنه أي مسيحي ما يطلع أي غرض من منطقته وبعد مروري طريق شاق مع الهجرة والتهديدات استقرت موليف في القوش وتتابع رسالة التي حملتها بمحبة وثبات وتمنت عبر تيلة لوميار أن تؤمن المرأة بالمسيح ومريم العزراء وأن تعمل على تنقية ذاتها وتتحل بشجاعة الكافية حيث لا يستطيع أي إرهابي أو داعشي أن يرهبها أو ينتقس من إيمانها ترجمة نانسي قنقر